استطعت أن أثير انتباهكم 56 دولة بنصدر لها كنا 22 ألف بقينا مليون 740 ألف طن طيب الرئيس النهاردة قال إيه؟ الرئيس العقيقة قال كلام كتير مهم جدا فيما يتعلق بمسألة الاهتمام بالصناعة وتحديدا قال يجب علينا التحرك في القطاع ده خصوصا أن القطاع ده بياخد وقت وجهد وتكلفة كبيرة وقال أن مشروع مجمع مصانع الأسميدة الأزوتية تكلفته التأديرية بدون تكلفة الأرض ولا المرافق تقريبا حوالي 800 مليون دولار التكلفة دي والشغل ده قعد تقريبا أربع سنين ممكن نسمع الرئيس قال إيه؟ هنفهم أكتر وهنتكلم مع حضراتكم ونتناقش تاي على أن إحنا لما خدنا القرار ده خدنا أربع سنين عشان نفتتح البصناعة ده اللي هم ست مصانع دول يبقى عشان في خلال ثمان سنين مع الوضع في الاعتبار أن إحنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من أفضل شركات صناعة في العالم في المجالات اللي إحنا بنتكلم فيها خدت وكنا ضغطين في التوقيت وكان جزء من التفاوض معهم أن إحنا ننجز المهمة في أسرع وقت ممكن لأن كثير من الناس يقولوا إيه؟ أنتوا ليه مش مهتمين بالصناعة؟ إحنا عشان نهتم بالصناعة ونتحرك فيها هناخد وقت وجهدي كبير قوي وتكلفة كبيرة مشروع زي اللي إحنا بنتكلم فيه أنت بتتكلم في غير تمن الأرض والمرافق اللي هي بنتوصل لها بتتكلم في 800 مليون دولار ولا أنا مش أخذ بالي فالرقم كبير يا جماعة عشان تعمل مصانع كثيرة تقدر تحقق بيها أولاً حاجاتك اللي أنت عايزها ويتبقى جزء للتصدير ده موضوع هياخد وقت وإحنا بنتكلم في النقطة دي ننتبه لحاجة مهمة قوي أن احنا كان عندنا أولويات موجودة إزاي نوصل يعني أقدر أقول أن أنا أجل أعمل مصنع زي كده ما يكون ما يكون عندي التاقة الكهربائية اللازمة